صباح الفن أنا عماد الصماد والنهاردة أنا مش جايلكم بصفتي ممثل أو فنان أنا جايلكم بصفتي مواطن مصري صديق ليكو استجابة للتعليقات بتاعتكو أن أنتو كنتوا عايزيني أعمل فيلوج فدي أول تجربة لي أن أنا أعمل فيلوج وأجاوب فيها على كل الأسئلة اللي أنتو حابين تعرفوها عن أمريكا أنا تحت أمركو أنا عندي يومين أجازة في الأسبوع فأنا قررت أن أنا إيه أجرب ولو الموضوع مشي وعجبكو الفلوكيات اللي أنا هعملها هاستمر فيها ما عجبكوش هوقف وزي ما أنتو شايفين الدنيا ملبدة بالغيوم الصحب لون هارماضي تحس أن أنت قاعد في كورة إزاز بلورة سحرية مفيش سماء حاجة توحي بالإكتئاب شوية بس يعني لو أنت قدرت تتأقلم على الوضع ده وقدرت أن أنت يعني تستحمل البرد والإكتئاب والمطر والبلل الولاية دي هتكون هايلة بالنسبة لك لأنها الحد الأدنى للأجور مرتفع جدا وفرص العمل كتيرة وفرص الشغل كتيرة جدا فكل عيب في ميزة طبعا العربية اللي أنتو شايفينها دي مش عربيتي دي عربية إيجار وليه عملت في نفسي كده علشان أنا باعت عربيتي غلط عملت غلطة أنا طبعا مش ندمان على الغلطة دي جالي مشتري معاه فلوس كويسة وقال لي أنا هشتري العربية بتاعتك دي وداني ألف دولار أعلى من سعرها فأنا رح تبايعها وبقيت لقيت نفسي لايز كده معيش إيه عربية وداني عملت مطر حوليه فرحت قلت لأ أنا لازم أأجر العربية على قد ما أقدر بأسرع وقت ممكن علشان مش هقدر أخد موصلات خالص أراح بيها الشغل عادت أدور على النت لحد ما لقيت شركة بتأجر العربية ب10 دولار في اليوم فأول ما لقيت الموضوع كان شركة جديدة يعني عايزة تروج لنفسها وكده فقالولي حنبديها لك زي ما أنت عايز وانتون ما عايزة شهر لأن طبعا عرض لقطة رفت مأجرها شهر والعربية حلوة جدا زي ما أنتو شايفين جديدة ونظيفة وعين داي وبس قالولي خلي بالك أن معدل البنزين لما تيجي تسلم العربية تسلمها زي ما أخدتها حدش بيرائي بيقولك أنت أخدتها هنا ولا أخدتها هناك هم في الحقيقة بيسخوا فيك وكل واحد بيحرص على أنه يرجعها زي ما كانت بالزبط بدون أي رقابة وبدون ما حد يشيك عليك ولا أي حاجة هو مجرد بيسألك بيقولك رجعت البنزين زي ما أخدته فأنت بتقوله آه خلاص بيأخد منك المفاتيح وخلاص طبعا أول حاجة حبيت أعملها بعد ما أجرت العربية هي أن أنا أروح محل أشتري منه البقالة أو الجروشري بتاعي عشان أقدر أطبخ وعمل أكل بتاع الأسبوع كله فأنتهز الفرصة ورحت محل المفروض أن المحل ده محدش بيحب يروحه من الأمريكان المحل ده والمارت إحنا دلوقتي داخلين على محل والمارت أهو العلمات بتاعته هي بعيدة يلا بينا ندخل جوه نأخد جولة سريعة في المحل ونشوف عامل إزاي والناس اللي فيه عامل إزاي ودي طبعاً العادة اللي أنا بحب أحملها دايماً أنا أنظف البار اللي بمسك بيه الكارت علشان فيه ناس كتير جداً بتمسكوا وأنا ببقى مش ضمنهم أنا للأسف موسوس شوية وده أهم جزء أنا بحبه في المحل كله اللي هو الخضار والفاكهة بيكون رخاص جداً جداً والكواليتي كويسة وده زي ما انتو شايفين قسم أنا مساميه قسم السموم سكر بمختلف الألوان والأشكال يعني حاجة سيئة جداً كنت زمان دايماً أجيب لي حاجة قبل ممشي بس دلوقتي بقى لي سنة ونص ما بطل السكر نهائياً ويكون مكتوب عليه لانجريدينس بيناتس وبس مفيش سكر ودلوقتي ينجي للبيض وقادي هوم حل والمارت اللي عملين يتريقوا عليه ويقولوا في حاجات أي كلام قادي هوم بيضة هوم مفيهوش لا هرمونات ولا فيه مضادات حيوية ولا زي الفل أنا هنا في الجزء بتاع الألبان أنا بطلت بما إني بطلت كل أنواع الألبان فأنا حشتري ألمد ملك عشان عوض الكالسيوم اللي في الألبان هعوضوا ويجيب ألمد ملك اللي هو لبان اللوث وطبعاً لما بجيبه في حاجتين بخلي بالي منهم أول حاجة يكون أنسويتن يعني يخالي من السكر وأوريجنال يعني مش بنكهة أي حاجة غير الألمند بس الشوفان أنا بحب قوي على الفطار أكل شوفان الشوفان كله اللي موجود هنا كله محطوط عليه سكر طبعاً اللي بيأكل شوفان حيعرف إن قدي إيه الشوفان لوحده طعم وحش جداً لازم محتاج سكر عشان يحل الطعم ده لكن أنا بقاوم وبرده بجيب شوفان سادة وبضيف أنا عليه إضافات من عندي زي الموز والفراولة والحاجات التانية والزبيب أوه كله بسكر كله بسكر كله أوه بدون سكر ده أحسن واحد وهنا إحنا جينا عند علاب التونة علاب التونة أنا بحب أجيب إيه؟ طبعاً هي معلبات معلبات وفي ناس تقولي ده حاجات معلبات ما يفعش تجيبها عشان بيع فيها مواد حفظة أنا عارف الموضوع ده بس هو الفترة مؤقتة لحد ملاقي بديل إنت مين؟ اسمك إيه؟ أنا اسمي فارس إبراهيم من العراق أهلاً وسهلاً أنا فارس أهلاً وسهلاً أنا متعبعك على طويل؟ أهلاً نتعلم لا إنت معروف يعني ترى أنت مشهور صباح الفول حتى توقع معنا في أول بلوج بقى أوكي؟ الله يسلمك مشكل عيني صباح الفول الله يسلمك ودلوقتي أنا جيت عند العيش العيش أصعب جزء لأنه فيه تريكي ومخادع جداً محدش بعرف إيه منتج العيش المناسب ليه خلي بالكو أن فيه منتجات عيش كتير جداً مضرة حاولوا تدوروا على منتج عيش يكون 100% هول ويت يعني حباية أمح كاملة من الحاجات اللي عجبتني قوي في المحل ده أن فيه منتجات عربية كتير جداً متصدرة زي ورق العنب الحلوة الطحنية القشطة والمعمول تقريباً عرفت ليه الناس ما بتحبش تيجي والمارت أو شايفينه إنه حاجة دون المستوى أعتقد عشان الناس اللي جوا بيبقى شكلها غريب لبسها غريب تصرفاتها غريبة في الحقيقة أنا ما بهمنيش الموضوع ده خالص ولا بهمني المحل عامل إزاي أنا ههمني حاجتين بالزبط إن أنا أوفر فلوس وإن أنا أشتري حاجات الكواليتي بتاعتها كويس ودلوقتي أخيراً خلصت المشوار بتاعي ومروحها البيت بعد ما تم بنجاح ولو ديكو أي استفسرات أو اقترحات من فضلكو اكتبوها في التعليقات عشان أخدها في الاعتبار في الفلوكات الجاية هتكون بناءاً علنتوا هتكتبوها أشوفكم على خير وأتمنىكم السعادة والتوفيق في حياتكم وإلى اللقاء